قرأت لمن لا يحبون القراءة قال يا عراف أكسب عيش متكهن بمستقبل الناس ولدي خبرة باستعمال العصى لمعرفة الغيب في ذلك المجال يمكنني معرفة الماضي ونمشي ما هو من سي وفهمي إشارات الحاضر عندما يستشيروا الناس لا أقرأ المستقبل بل أتكهنه لأن المستقبل لا يعلمه إلا الله وهو أحده ودك يكشفه في ظروف غير عادية ولكن كيف يمكننا التنبؤ بالمستقبل بفضل إشارات الحاضر ففي الحاضر يكمل السر وإذا انتبهت وإذا انتبهت إلى حاضرك أمكنك جعله أفضل مما هو عليه ومتى حسنت الحاضر فإنما يأتي بعد ذلك يكون أفضل أيضا إنسى المستقبل وعيش كل يوم من حياتك وفق أحكام الشريعة متكلا على رحمة الله بعباده فكل يوم يحمل الأبدية في صميمك